لكن على ذكر احمد احمد من الاخبار المهمة اعتقد اللي انت تابعتها ده انا فاتني كذا حدث اه ايه بقى فوز الاهلي كافضل قناة ايه وده بيقودني الى ان هو الاهلي كده لما بيعمل عاجة يعملها جد ايه ويعملها برسالة اه بتسمع وبالناس بتسق فيها و بيكافأ انه يشوف رد الفعل على هذا المستوى داخل وخارج مصر اه هس لك صدري جدا هذا الخبر خبر احمد احمد ده خبر احمد احمد ده الوحده لاه علاقة بالكلام اللي انا قلته في الاول هو احنا مين وبنعمل ايه بعض هو احنا ازاي يعني لا نناصر الحق الواضح الانسان الذي لا يناصر الحق الواضح مهما كانت ما كسبه من وضع فاسد او وضع مؤقت او وضع ملتبس ده لازم يراجع نفسه والله سيؤاخذ وسيحاسب صناع الفتن اللي مازاله مستمرين في هذه الصناعة انا بقى رح حاجات من كتر مش حاول بقى اتدحك ليه هي مأساه كوميديا سوداء اما يتقال لك حصل دبلير لفلان في لما لما يجي يتقال لك هو مش عارف ليه دلوقتي ليه دلوقتي ايه ده اللي اتحاد الدولي بقى له سنة ونص هو كل حاجة رابطينها بزرفنا الخاصة ليه بموت شكورة هو الراجل اللي الرحمة الله عليه عبر فاهمي ده لما اقدم المقدم مستندات الناس اطلع تشكك فيه وتتهمه هو بالفساد ده حاجة ايه القصوى دي ايه وهو ناس مثقفة جدا تتهموا الفساد وانه سليل هذا الفساد انا مش مصدق القناة العظيمة اللي انا كنت منبهر بيها على المستوى الادبي لما بقى رأى لهذا الكلام ده بياخد من رصيدها احنا لينا رسالة اه حقيقي بعضهم عمل مراجعة نفسه ابتدى الخطاب بتاعه يتعيد الاخر ثلاثة اربعة ايام لكن